الآن سيد مالك الاقتتال للأسف الشديد في السودان يدخل شهره الثالث بداية يعني كيف ترى سبيلاً لوقف هذا الاقتتال؟ ما هو السبيل؟ نعم الحرب في السودان حرب يعني تعسرت بها السودانيين ومرت شهرين الحرب الشعب السوداني سيم هذا الحرب ومتضايق من الحرب فلابد للحرب في السودان أن يوقف وكل الطرب وكل الإمكانيات المتاحة ليقاف الحرب نحن بنبزلها ليقاف هذا الحرب لفترة وجزة منها المبادرات العديدة تبطرى هذه المبادرات محتاجة لتوحيد أن تصف في قناة واحد يعني إيقاف الحرب في الأولوية هو إيقاف الحرب في سودان الآن طيب لدينا الآن مبادرتان لدينا مبادرة الإيقات ويبدو أن السودان يتحفظ عليها المجلس السيادي يعني يبدو سأسأل حضرتك هل تتحفظون على المبادرة الخاصة بالإيقات؟ هي أكثر من مبادرتان هي مبادرات كثيرة في الساحة هذه المبادرات نحن علاقتنا علاقة الدولة السودانية علاقة حكومة السودان مع أي مبادرة يتوقف على علاقة تلك المبادرة ورؤيتها في احترام سيادة الدولة السودانية ومؤسسات السودان عليه فإذا كانت هناك مبادرة لا تحترم وحدة السودان ولا تحترم سيادة السودان ولا تحترم المؤسسات السودانية فنحن نتحفظ عنها إذا كانت هناك مبادرة تتماشى مع المزاج السوداني لإحترام مؤسساتها فنحن معها ويمكن أن نطورها ويمكن أن نناقشها مع الآخرين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر